وجه الأمير محمد بن سلمان رسالة واضحة لرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وكل من سولت له نفسه في هذا العالم الإساءة للدين الإسلامي الحنيف أو رسولي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن سلمان إن خطاب الكراهية هو الدفع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادا من المتطرفين وهو مرفوض بطبيعة الحال وأضاف أن المملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ فيه كل عمل إرهابي أو ممارسات أو أعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطابيات تطرف فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وتؤكد أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح وإننا نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الاذيان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لأن ذلك سيحلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب هذه الرسالة العجلة من الأمير محمد بن سلم لكل من يسيء إلى الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم أو رموزه حتى جعلت سفير جيبوت لدى المملكة يعلق بهذه التغريدة ويقول ضياء الدينة تصريح ولي العهد في المملكة العربية الصعودية الشقيق الأمير محمد بن سلم لتوقف عن مهاجمة الرموز الدينية والوطنية وازدراء الاذيانة مبدأ أساس وقول حكيم في صالح مجتمع دولي ينعم بالسلم والأمن ودعوة خيرة لعالم متصالح ومتجدد أو متحد ضد الإرهاب والتطرف والفوضى الهدامة التي يعاني منها الجميع الكاتب الصعودي الكبير سلمان الدسري غرد قائلا محمد بن سلمان قول وفعل لأنه أولا يعتمد على مناطق أو منطق الحقائق لا منطق التنفير يكاشف ويصارح شعبه مهما كانت الحقيقة الكلام زائل والأرقام باقية وعوده تتحقق وعوده تتحقق وإن طال بها الزمن استشرف المستقبل وتحققت أهدافه يقول المثل إنهم ينظرون إلى ما أنظر ولكنهم لا يرون ما أرى كريستوف غرد قائلا في تصريح ولي العهد الصعودية شر لعدة نقاط محورية مهمة من ضمنها ما حققت المملكة بقيادة سموه عبر إعادة هيكلة وزارة الداخلية والقطع الأمني لمواجهة أحد أخطر المشاريع الإيديولوجية والتي تمت صناعتها وتهيئتها لسنوات بهدف تدمير الدولة من الداخل لذلك عندما قال سندمرهم فورا فعل بدر العساكر يعلق قائلا المملكة تعد أحد أفضل عشر دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في المجموعة العشين ونحن أكثر تفاولا أن أوتيرة النمو ستتصارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها لنكون أحد أسرع دول المجموعة نمو في الناتج المحلي غير النفطي في قادم السنوات بن هباس يغرد معلقا على تصريحات ولي الاهدقاء لنا تضعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريبا وبإذن الله سيصل حجم الصندوق في عام 2030 إلى 7 تريليون ريال وارتفعت العيدات من 3% إلى ما لا يقل عن 7% سنويا وأضاف لغة الأرقام لا تكذب من أهدف الرؤية رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن وكانت الخطة انتصل نسبة التملك من 47% لـ 53% بنهاية سنة 2020 وبفضل الله وصلنا هذه السنة لنسبة 60% متجاوزين الهدف بنسبة 8% وعد سمو ولي العهد تكون المملكة أحد أعلى الدول في نسبة تملك المسكن مشعل الخالدي هو بدوره علق على تصريحات ولي العهد قائلا تصريح ولي العهد وما جاء فيه من تفاصيل مدعمة بالشواهد والأرقام واستعراض لما تحقق من إنجازات مشهودة وملمسة للمستويات الاقتصادية والأمنية وفي ملف المرأة ومحاربة التطرف ومشاركة الشعب بالنتائج كلها تعكس مستوى غير مسبوق من الشفافية والتي تعد سمة المرحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر